اهلا بكم الى نشر الاقتصادية وتتابعونا فيها ابيان ارتفاع اسعار المواد الغذائية يتقل كاهل المواطنين مع قدوم شهر رمضان ميليشيا الحوثي ترفع اسعار الغاز المنزلي في مناطق سيطرتها وموجة غلاء جنونية في صنعاء تفاقم من معاناة السكان وتعقد من تدهور الاوضاع اهلا بكم وصلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعها اليوم الاربعاء امام الريال اليمني في مختلف اسواق الصرف وافاد مصرفيون اليمن شباب بان سعر الدولار الامريكي سجل اليوم الاربعاء 1242 ريالا للشراء و1254 ريالا للبيع كما ارتفع سعر الريال الصعدي الى 327 ريالا للشراء و330 ريالا للبيع ومن شأن هذا الارتفاع ان ينعكس بشكل سلبي على الوضع المعيشي المتدهور ويدفع بتضخم اسعار السلع والخدمات خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك الذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين انطلق اليوم الاربعاء مؤتمر المانحين لليمن في سويسرا وسويد برعاية الامم المتحدة في خطوة لمواجهة نقص التمويل غير المسبوق لدى المنظمات الانسانية وتداعياته على المساعدات المنقذة لحياة الناس خلال الاسابيع الاخيرة ويشمل المؤتمر ثلاثة جلسات حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية في ساعة ثالثة ونصف مساء بتوقيط العاصمة عدن عبر الاتصال المرئي بكلمة لوكيلة الامين العام للامم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسيا فلمينغ قال وكيل الامين العام لشؤون الانسانية امام مجلس الامن مارتين جريفث ان الامم المتحدة تسعى للحصول على اربعة مليار دولار لتمويل تدخلاتها الانسانية في اليمن خلال العام الجاري وتؤكد تقييمات جديدة من قبل الشركاء الانسانيين للامم المتحدة في اليمن على مستوى البلاد ان ثلاثة وعشرين مليون شخص يحتاجون الى المساعدة ابدى مواطننا في محافظة ابيان استياءهم جراء استمرار ارتفاع الاسعار وتدني القيمة الشرائية للعملة اليمنية وغياب الحلول الحكومية مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعادة ما يرتفع فيه معدل الاستهلاك قرب شهر رمضان حيث بدأ المواطنون كعادتهم كل عام في شراء مستلزمات هذا الشهر الفضيل ومن ضمنها شراء السلع الغذائية الا ان تضاخم الاسعار خلال الموسم الحالي منع الكثيرين من التزويد او التزود باحتياجات الشهر الفضيل وطلب مواطنون في تصريحات اليمن شباب الحكومة بتفعيل الاجهزة الرقابية في مكتب الصناعة والتجارة والاشراف الميداني على الاسواق والسلع ووضع قائمة محددة باسعار المواد الغذائية والاستهلاكية قلاء بلق اوجه بحيث ان راتب الواحد يعني ما يغطيه حتى دب زيت يعني كيف رمضان شهر الخير شهر الفضل شهر البركة شهر الجود وحالة الناس حالة مزرية يعني ما يستطيع الانسان الا ان يفطر يمكن اذا استطاع ان يفطر على تمر وقهوة يعني القلاء افه القلاء قلاء غير مبرر نحن في دولة يعني قائمة على بحيرة من النفط بحيرة من القاز بحيرة من الذهب ومع ذلك الناس تستقدي ما تأكله ولا تجد ما يصد رمقها الى الله المشتكى مرتفع على عالي الصباح سعر وفي الليل سعر والظهر سعر والعملاء المحلية داورت امام العملاء تستعبا داورت العملاء اين السلطة اين الدولة اين وما مش حقيقة عاد مجدوا دولة ولا سلطة المواطن راتب سبعين ما يغطيه لعشن كامل المواطن راتب سبعين ولي راتب خمشة عشرين ايش ما يجيب له الخيز زغي وصل سبعين ثلاثين الوطن والسلطة العشرين اتبا زي تن عشر الف فين اللي عاد اين الدولة مجدوا هذي قولي ايش سال وين الدولة وين السلطة وين القاتلان وين بيسان وين عايشين باذن الله طبعا في طريق واقع للناس شهر رمضان وهذا الشهر يحتاج الى كثير من المقومات يعني فالحياة المعيشية صلحت في البلاد حقيقة يعني حياة صعبة والوضع الاقتصادي ووضع بصراحة مدري لا ندري ما هي الاسباب يعني الان قوة الناس حياة الناس معاناة الناس نحن نسأل الاخ رئيس مجلس الوزراء رئيس الدولة اين انت من هذا اللي يدور في البلاد يعني الوضع الاقتصادي ووضع مدري لا يمكن اذا كان راتب الانسان هنا يوصل الى الخمسين اولا ستين الف بكيف كيف يتصرب اقرت ميليشيا الحوث الارهابية عبر شركة الغاز الخاضعة لسيطرتها جرعة سعرية قاتلة جديدة في وجه المواطنين واكدت الشركة ان استوانات الغاز ستوزع على المواطنين عبر عقال الحارات بمبلغ 5900 ريال بديلا عن سعر السابق 4700 ريال والاستوانة عبر نظام الشركة ب4900 ريال بديلا عن سعر السابق 3700 ريال وكانت الميليشيا افتعلت أزمة في الغاز المنزلي من أجل رفع أسعارها برغم من وصول باخرة محملة بالغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة تفاقمت معاناة السكان في صنعاء مع تزايد معدلات ارتفاع الأسعار بمختلف أصنافها إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات ناهيكا عن توقف رواتب موظف دولة للعام السادسي على التوالي موجة غلاء جنونية تشهدها صنعاء وبقية المناطق الواقعة ضمن نطاق سيطرة ميليشيا الحوثي في مختلف أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات حيث ارتفع التكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف سعرها السابق على الرغم من تحجج ميليشيا الحوثي الدائم بثبات سعر الصرف وزعمها احتواء انهيار العملة القبضة الأمنية التي تتخذها ميليشيا الحوثي في التحكم بالسياسة النقدية والمالية واحتواء أسعار السلع انفجرت مؤخرا لترتفع أسعار السلع بشكل مفاجئ ولم تستطع الأسواق تحمل المزيد من ممارسات ميليشيا الحوثي الرعنى في الملف الاقتصادي والمالي يبدو من الطبيعي انفجار موجة الغلاء الجنونية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في ظل عدم وجود أي خطط اقتصادية سليمة لإدارة الملف الاقتصادي حيث تكتفي ميليشيا الحوثي بتجديد القبضة الأمنية فقط في إدارة هذا الملف ناهيك عن استمرارها في مضاعفة الجبايات والإتاوات المالية على التجار والقطاع الخاص وهو من عكست آثاره بشكل واضح مؤخرا من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة أكثر من 30% وأرجع اقتصاديون سبب هذا الارتفاع إلى تزايد عملية الجبايات والإتاوات المفروضة على التجار والمحلات من قبل ميليشيا الحوثي وهو ما يدفع بالتجار إلى تعويض خسائرهم من خلال رفع أسعار السلع والمواد الغذائية ناهيك عن ارتفاع تكاليف النقل والرسوم على نقل البضائع والسلع جراء ارتفاع أسعار الوقود وكذلك النقاط الأمنية المنتشرة على امتداد الطرق التي تسيطر عليها الميليشيا وفرض الجمارك إضافية على السلع بعد أن يتم دفع الرسوم الجمهورية أثناء دخول هذه البضائع عبر المنافذ الرئيسية إلى البلاد أعلن البنك المركزي اليمني عن نتائج المزاد الأخير لبيع العملة الأجنبية والتي أعلن عنها يوم الأحد الماضي وكان البنك قد خصص 20 مليون دولار أمريكي لبيعها في المزاد الإلكتروني غير أن عدد العطاءات المقدمة في المزاد بلغت 11 مليون و290 ألف دولار أمريكي وهو ما يفسر تراجع الإقبال على المزاد من قبل البنوك اليمنية واعتمد البنك المركزي أعلى سعر للعطاء 1246 ريالا وأدنى سعر للعطاء 1227 ريالا ارتفعت أسعار مادة الديزل في محافظة مأرب حيث وصل سعر الجالون الديزل عبوة 20 لترا إلى 38 ألف ريال وأشك مواطنون من هذا الارتفاع في مادة الديزل التي تتدخل في كثير من أعمال المواطنين اليومية لا سيما قطاعي النقل والزراعة وأضح مواطنون أن هذا الارتفاع انعكس على كثير من السلع والخدمات حيث تجاوزت قيمة صهريج الماء سعة 7 ألاف لترا في مخيمات النازحين مبلغ 21 ألف ريال تعطلت عدد من الشاحنات في نقيل عيريم بالقبيطة محافظة لحج وقطعت الخط الرابط بين عدن وصنع وقالت مصادر محلية إن سبع شاحنات محملة بالبضائع تعطلت في عقبة الجن بنقيل عيريم أمس ثلاثاء وقطعت الطريق الوعر الذي يعد بديلا عن الخطوط الرئيسية المقطوعة من قبل ميليشيات الحوثي وأضافت أن الأعطال ناتجة عن وعورة الطريق فيما ما زالت الشاحنات المعطلة مكدسة على جنبات الطريق بانتظار قدوم مهندسين لإصلاحها وتعد الطريق الوعر في القبيطة خياراً وحيداً أمام حركة نقل البضائع بسبب إغلاق الحوثي جميع الطرقات الأخرى الرابطة بين عدن وصنع أقدم مشرف حوثي على السطو بقوة السلاح على الوقود من الشاحنات في نقطة جمارك نهم شرق محافظة صنع وقالت مصادر مطالعة لوكالة خبر أن المشرف الحوثي المكن أبو إيران ومسلحيه المتمركزين في نقطة جمارك نهم يقومون بنهب أي كميات للوقود التابعة للتجار وسائق المركبات والشاحنات المارة منهم والقادمة من مأرب والجوف ولفتت المصادر إلى أن أبو إيران ومسلحيه يقومون بالاعتداء على سائق الشاحنات ويحتجزونهم ويرتكبون بحقهم انتهاكات عديدة ويرغمونهم على إفراغ كميات الوقود من الشاحنات لهم حذرت ميليشيا الحوثي من استخدام الانترنت الفضائي قبيل دقائق من انقطاع مؤقت للانترنت عن اليمن وقالت الميليشيا في بيان صادر عن وزارتها للاتصالات إنها تحذر من استخدام أي معدات خاصة بشركة ستارلينك للانترنت الفضائية وتوعدت بمصادرة أي أجهزة بث فضائية ولا السلاء على معداتها وتغريم أصحابها وتستخدم الكثير من شركات الصرافة والبنوك الانترنت الفضائي لتسيير عملياتها اليومية ويشار إلى أن ميليشيا الحوثي قطعت الانترنت لدقائق محدودة بعد وقت قصير من تحذيرها بشأن استخدام الانترنت الفضائي تزامنا مع موجة غلاء واسعة وقرب شهر رمضان المبارك افتتح في مدينة طعز معرض شهر الكريم التجاري لبيع السلع الغذائية وتموينية للمستهلكين بأسعار أقل مما هي عليه في أسواق الجملة بحسب القائمين على المعرض تشارك في المعرض 35 شركة وطنية وتعرض مختلف منتجاتها للعملاء لمدة 40 يوما ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع الغذائية مع قدوم شهر الرمضان المبارك تتساول أسعار في الأيام الحالية مع ما كانت عليه عندما كان صرف الريال السعودي 450 ريالا والآن صرفه أقل من ذلك ب120 ريالا والناس لا تقدر على التحمل في تعز مؤخرا افتتح معرض الشهر الكريم بتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة معرض تجاري تقدم فيه مختلف السلع والمنتجات الغذائية والتموينية والاستهلاكية لغرض البيع بأسعار أقل مما هي في أسواق الجملة المعرض فكرة حلوة بحيث أنه تخفيضات يساعد أشياء كثيرة إذا أخذت كمية فيه يكون مساعدة بحيث أنني أوفر أخذ حاجة ثانية يعني فكرة حاجة حلوة ونحتاجه بالذات بتاعز نحتاجه بشكل كبير يضم المعرض الذي يستمر حتى العشرين من شهر رمضان نحو خمسة وثلاثين شركة وطنية مشاركة ما نحها إحدى المولات في المدينة مساحات مجانية لإقامة المعرض يقول القائمون عليه إنهم يسعون من خلال ذلك لتوفير خدمة للمواطنين قد تتركوا ولو تأثيرا بسيطا على مستوى معيشتهم في ظل هذه الأوضاع الهدف هو كسر الاحتكار الحاصل لدى تجار القملة في محافظة تعز حاولنا ومن خلال صيحات الناس وشكاويهم أن هناك قشع وهناك غلاء في الشارع العام قمنا بمنح المساحات في هذا المعرض بشكل مجاني لكبار الشركات والمستوردين وتم الاتفاق معهم على منع أن يتم البيع بسعر قملة القملة للمستهلك الكريم يتجه الوضع للأسوأ ومعه تزيد الحكومة فشلا في إثبات جدارتها في إدارة الأزمة وأما غضب الناس فقد هدأ بعد أن رأوا كل وسائل الضغط غير مجدية طالما وأنها لا تلقى استجابة واهتماما من أجل توفير الحلول من قبل الجهات المختصة سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من 6% إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبا تزمنا مع انحصار المخاوف من انقطاع في الإمدادات في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكرانية وبوادر إحياء المفاوضات حول الملف النووي الإيراني وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برينت جلسة التداول منخفضة 6.99 دولارات لتسجل عند التسوية 99.91 دولارا للبرميل بحسب ما ذكرته وكالة رويترز كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 6.57 دولارات لتبلغ عند التسوية 96.44 دولارا للبرميل قالت صحيفة وولستريت جورنال إن سعودية تجري محادثات مع الصين لتسعير مبيعاتها نفطية إلى بكين بلوان صيني بدلا من الدولار في خطوة من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار على سوق البترول العالمية بحسب مصادر الصحيفة وقالت إن المحادثات مع الصين بخصوص عقود النفط المساعرة بلوان توقفت قبل 6 سنوات لكنها عادت هذا العام في ظل عدم الرضا السعودي عن الالتزامات الأمنية الأمريكية مع المملكة وتشتري الصين 25% من النفط السعودي المصدر وإذا تم تسعيره بلوان فمن شأن هذه الخطوة تعزيز مكانة العملة الصينية في مواجهة الدولار وقبل الختم مشاهدين هذه جولة سريعة على أسعار العملات في تعاملات اليوم الأربحاء ترجمة نانسي قنقر ختم النشر الاقتصادية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر